أستدعاء مصطفى محمد من جلاتة سراي محمد إبراهيم من سيراميكا كليوباترا دي قائمة المنتخب كل التوفيق والدعم لكم ركزوا ركزوا اللي جاي لازم يبقى بقمة التركيز وانت كابتن إيهاب ان شاء الله ان شاء الله تقدم للكرة المصرية أجيالا ناجحة وتحقق بطولات تستحقها الكرة المصرية وانطور مستويات اللاعبين ومستوى المنتخب بإذن الله في المرحلة المقبلة طيب على مستوى الزمالك سيف الجزيري أقرب العروض للإمارات نادي في الإمارات لكن هو عنده عروض أخرى من السعودية لكن الأقرب هو الإمارات الزمالك قال أن اللاعب خلاص هيمشي بنهاية الموسم اللاعب نفسه عارف ده اللاعب لما خرج من حسابات فريرة في الفترة اللي فاتت بقى متضايق فاتكلم مع فريرة فريرة قال له أنه قراري هو اللي هيحكم والأمر الفني هو اللي أنا بحسن به لما خرج من قائمة الزمالك الأخيرة فالأقرب حاليا هو أن يكون سيف الجزيري في الإمارات لكن عنده عروض أخرى من السعودية بالمناسبة الجهاز المعاون لمستر جسوالدو فريرة بيشتكي من أن فيه تجاهل لآرائه الفنية وأن فريرة بيعتمد على جهازه المعاون من الأجانب دون النظر لما يقوله المعاونين المصريين الكابتن أسامة نبيه والكابتن أحمد عبد المقصود وده أبلغه به الإشراف على الكرة الكابتن أمير مرتضى منصور والحقيقة أنه أنا بحي إدارة الزمالك أنه حلت أمور جيدة جداً الفترة اللي فاتت أهمها المستحقات لكن دي كانت شكوى تقالت وبالتالي الجهاز المعاون شايف أنه دوره مفوضي بقى أوضح حتى ولو بسماع نصائحه طيب مصدر في الزمالك قال لنا أنه هو ممكن مايلعبش ماتش الداخلية في الكاس اللي هو يوم 14 من الشهر اللي هنبدأ فيه كمان 7 دقيقة كل شهر ونطيبين يونيو اللي هي في طولة الكاس ليه؟ لأنه الزمالك المفوض هي لعب المباراة دي من غير الدوليين زي ما بيرامدز لعب من غير الدوليين زي ما فيوتش اللعب من غير الدوليين في دولة 32 فزي ما الأهلي المفوض مايلعبش بالدوليين برضو عادي وزي ما الزمالك مش هيلعب في الزمالك قال لا أنا مش هيلعبها ليه؟ لأنه قرأ تصريحات بأنه الأهلي إيهاب جلال هيرياح لهم اللعيبة فمش هيلعبه ماتش كوريا الودي فلو الأهلي لعب ماتش إسترن كومباني بالدوليين فأنا كمان عايز ألعبها بالدوليين إما طبعا ده ماتش دوري بتاع الأهلي مع إسترن كومباني فأنا كمان مش هيلعبها إلا لو ضمنطيلي أن يعني بقى الماتش بتاع الأهلي مع إسترن كومباني بدون دوليين الفريق الأحمر النهاردة على مستوى الدوري الممتاز الربطة الأندية طلعت قرارات بحرمان 747 مشجع للإسماعيلي من حضور مبارتين وإقاف 13 آخرين لنهاية الموسم بسبب ما بدر منهم من سلوك غير رياضي في مباراة الزمالك 13 مشجع دول كانوا في ماتش الأهلي في الدول الأول اللي خسروا الإسماعيلي ترجمة نانسي قنقرات بحرمان 747 ترجمة نانسي قنقرات بحرمان 747 ترجمة نانسي قنقرات بحرمان 747 ترجمة نانسي قنقرات بحرمان 747